أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن طائراتها شنت غارات على مواقع شمالية العراق تابعة لحزب العمال الكردستاني وأشار البيان إلى أن الغارات جاءت ردا على هجمات نفذها الحزب الكردي داخل تركيا من ناجهتها دانت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي استمرار القصف التركي وخرق الأجواء العراقية داعيتنا رئيس الوزراء المكلف مصطفى القاظم إلى حفظ السيادة ومراجعة الاتفاقيات والتبادل التجاري مع تركيا